على فكرة حتى لما الواحد بيبقى شغال هل انت يا هدي لما بتبقى مطحونة في التصوير انت اول ما بيقولوا فركش بتشيل الفشة ما تقارنش شغال صح يا لأ ما بتقارنش بتعودي بعد الشغل في ورشة في دماغي في مصنع في دماغي في بتاع ساعة على الال أو ساعتين ماشي و بعد الساعتين الماكانة دي تهدأ وبعد الساعتين وبعد الساعتين بص يا سمح بعد الساعتين يلا بينا انتو في خلال الساعتين برضو مش تعميم برضو وشيء. لا معلش. تعال اقول لك. بعد النساء. تعال اقول لك باب. انت عايز ساعتين نص ساعة او ساعة لربع منهم انت في الطريق راجع. صح؟ ونص ساعة او ساعة لربع منهم انت بتاكل. صح؟ انت خدت الساعتين على فكرة. انت عايز ساعتين فوق الساعتين. هو ده بقى اللي انت مش فهمه. ان انت مبتحسبش الوقت بتخرج من سيب الشراء. هل المواصلات دي الوحدة يا هيد؟ هل المواصلات دي راحة دماغ؟ انا متكلمش على الرجل المطحون اللي بيركب مواصلت. انا متكلم على قاعدة كبيرة ابن فجالة اللي عندها عربيات وبتروح او باوتوبيس الشغل او بمواصلت الشغل. انا بقول ان انت بتبقى محتاج نص اليوم التاني بعد الشغل انك تريح نفسك فيه بالشغل. طيب. انا موافقة انا موافقة انك تاخد كل الوقت اللي انت عايزه. وانا موافقة ان نشير كل المسئوليات بتاعت البيت والاولاد. متعارف ايه اللي يحل لي بطريتي. اه. نص ساعة او ساعة بالليل اعودهم معاك قاعدة لطيفة نتكلم فيهم مع بعض. مش عايزك تشيل الولاد. لا ده حقت طبع. ومش عايزك تشيل التمارين. حقق храмا. ومش عايزك تشيل الدروس. امش عايزك تشيل حاجة خالس. اه. مش عايزة ااخد وقت معاك اشحن انا في طقتي تديني في باور واندي وأكري وامل وحب وحنية خليني بكرة اصحى استشيل جبل, لكن امتى حتى دي ما بتعملي نقص. ما هي تمهيد برضو يعني ما قابلكيش أو ما دخلش البيت فيه اللوم فيه تكشيرة فيه اللوي بوم لا هو أنت عارف يا عزيزي مش هيبق عندي النفس اللي هو النص ساعة أو ساعة طب ما تبدأ أنت يمكن لو بدأت أنت من نفس الشغل أنا مطحون في الشغل وده على فكرة مش لبالا بنقولها ولا مطحون في البيت مع الأيال ولا بعمل إيه في البيت بعمل مربا يا بابا ما بتعرفيش تكسر نفسي فيها جدا خلينا برضو إيه يعني موضوع جد والحقيقة أنه الموضوع ده بالذات عامل أزمات كبيرة في كتير من البلوت والرجال ليهم حق يعني زعج ويتضيق ويفسروا تفسير من نوعية ما هو اللي قيده في المياه مش زي اللي قيده في النار وانت اللي على البر شاطر وانت بتعرفيش أنا في الشغل بيحصل لي إيه والجلسات والمضايقات اللي بتعرض لها من مدير ومن زميل ومن أحقاد ومن منافسات الحقيقة أن أنتوا ليكوا حق طبعا طبعا الشغل كمان بقى ضاغط أكتر من الأول بكتير وفي ناس بتشتغل شغلان أو اتنين وتلاتة في بعض الأحيان لتوفير مستوى اجتماعي ومادي مستقر للزوجة وللأولاد وفيه شغل كتير إحنا بنبقى على كف عفريت كل ده ديك على ده بقى الشغلانات زي شغلانتك زي الشغلانات اللي هي فيها أحيانا موسم أوى موسم لأ وتفاصيل كتير كل ده أنا متفق معك في مقدار شانكيرو مقدار شانكيرو أبدا ودور الست هو أنها توفر بيئة صحية وسليمة ولطيفة للرجل أنه يركز أكتر في شغل طبعا كل ده أنا متفق معك فيه مقدارش برضو مكيرو لكن إحنا إمتى بتحصل المشكلة لما أحس أن أنت أنت مش في دماغي خالص أنت ما جتش حفلة المدرسة طبعا ده لما الرجالة تسمعو شو تفضل يا سيدي شو بتقولك يا حفلة المدرسة يعني إيه همية حفلة المدرسة لا ده مقصر لو هو متاح لين هو يروح حفلة المدرسة دي مهمة قوي ليه لأن إحنا قلنا زمان أنه الجواز هو قفة بودنين بيشدوها اتنين وإحنا الاتنين قررنا نخلف العيال دي للدنيا وقررنا أن أنت تبقى بابا وأن أنا أبقى ماما والبابا ده يبقى له دور وماما دي بتبقى لها دور مينفعش ماما تلعب دور بابا وماما وفقط فإحنا الاتنين لنا كل واحد فينا لدور كل واحد فينا ماسك القفة من الودن دي وماسك القفة من الودن دي فإنت لما مثلا مثلا حفلة المدرسة والولد دي بقى متحمس جدا أو البنت متحمسة جدا وشايف أن فيها أبقى تنين موجودين هي عايزة توري بابا المجهود الكبير اللي عملته طول الوقت وشطرتها وحلوتها ولززتها ده بيفرق كتير أكيد في نفسية الأطفال أنا إمتى بقى أزعل لما أنت حتى ما تقوليش عملته إيه طب صورتلي طب ببعتلي الفيديو طب بطلعيه لايف من هناك حشان لما شوفها وقول لها طبعا طبعا طب صوتها كان عالي فنطنشتش وما كبرتش دماغي أنا مش هادر لا ده انتزام على فكرة زي انتزام الشغل ومكت أكثر على قد ما وقتي سمح وعلى قد ما ظروفي سمحت صح فأول ما شوفها أهتم أديها من وقتي ومن مجهودي ومن طاقتي فأقول لها تجنني كنت فضيعة كنت تهوزي سمعتك لما غنيتي كذا 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 أبذل قليل من المجهود طبعا وأنا فين بقى وأنا سايق في العربية وأنا في المواصلات وأنا أين مكان ظروفي إيه لكن أنا بزلت المجهود وحطيت على قد مقدر شوية اهتمام فاهتم ووصر رسالة كمان للأم دي إن أنا معاكي أنا شايل معاكي القفة مش أنت الواحدة كل شيئا لكن إنت نزعل لما هو يقول لها حفلة إيه بتاعي أنا فاضي كان فاضي ده حفلة إيه فيني دلوقتي أنا مش هنا بقى يحصل لا ده غلط ده غلط طبعا هنا أنا 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 عارفة أن أنت مجهود قطر ألف خيرك ها ومضغوط لكن أنت موسعتش لربع ساعة اهتمام لينا للبيت إضرب بقى أمثلة كتير الرجالة تكون شايفاها مثال تافة والستة تكون شايفاها حاجة مهمة وأساسية فيك طبعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر